الحزاب اللي هنا نحن مرسوا نضغط عليك له نحن نكون صادقين أمام شعر نحن نحن يعني أنا بحد الآن في بداية عملي أكون كانت عندي شوية معانات لأنه كان وضع يعني ما يعجبني شفت بعض السلبيات وعالجتها بالتعاون مع ناس المسؤولة تقريبا صار لي بالسنة واربعة وشهر أي مشكلة ما صارت عندي يعني ما عدل بسيطات جدا ليش لأنه إحنا دا نشتغل للعراق وأبقى وآخر شي أقول أنا أبنى العراق وأشتغل للعراق ما عندي ميول الأيجة وما عندي ميول الأخوي أخوي ابنه أبوي ما أمين لذا خرج عن القانون أنا حاسبة ليش لأنه إذا أريد أشتغل أشتغل باسم العراق أنا أنجح أكيد أنجح فإحنا ما جاء منه وأقول لك شي واحد يعني واحد يعني قلق الساطين ما حد أثر عليه ولا يوم أن تصل بي أي شيء شخصيا من اللي ذكرته يعني علفت واسطة وعرفت شيء إلا القليل قليل جدا 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 قليل جدا جدا بالنسبة للي عليهم أوامر قبض من النافذين قوى أحزاب يقول لك بعض الأحيان يتم تأجيل أو ما يأخذونهم لأنه يخضع لحوار سياسي أو تصير تلفونات واتصالات أكو حديث من هذا النوع أي شخص مطلوب قضائيا ويلقى القبض عليه يحال إلى الدولة والقانون أما المطلوبين مثلا في ذي اللي تقصد عليهم ذول ما متواجدين نهائيا مهجوم مهجومين أو سواء خاتلين في أماكن فعلا ما نقدر نوصل إلى جهزة الأمنية سواء بغداد أو بالبصرة أو بباق المحافظة بكى مطلوب ويبقى بيته وقاعدوا عليه مذكرة أمانت الله أمانت الله أنا مسؤول على الكلام والله أنت تفرحني أنا مسؤول على الكلام ما يجيك تلفون من فلان والله سيادة تبقى تخليه هذا عود بعدين نشوف موضوعا أمانت الله لحد الآن بهاي المنصبي ما حد قلق لي فلان الله عليك إذا كان يوم صارت بهاك خابرني الشهرة قدام أمة محمد كان من يكون نحن يكون صادقين أنا شهرة لأنه أنت هسه ريحت لي لما قتلي ينهزمون ما موجودين يجب أن يكون القانون القانون فوقه فوق راسه أي شخص مطلوب للقضاء وعليه مذكرة القبض كأن من يكون نجيبه ونسلم القانون وينذب السجن ولن نسمح لأي واحد يواجه وصارت عدن أنا لزمت مجموعة 21 شخص مسلحين شخصيا أنا كنت أنا محماتي وذا بيتهم بالسجن وهي طلاق هسه محكومين موجودين بسقبارة كاردر ما حسال عليهم ولا حدك تلفون عليهم يعف السؤال واحد سألني واحد قابرني صديق من بغداد قال شونه ظهلي قلت لكيت وكيت وكيت عملية خطف يريد تسوينها قال خيس أفل الموضوع اعتمال له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة